إلى ذلك دعت عدة منظمات إنسانية إلى تمديد الهدنة في اليمن لضمان تواصل الإمدادات الإغاثية يأتي ذلك فيما قصفت تحالف مناطق بصعدة بينما استمرت اشتباكات متقطعة في عدن وتعزوى مأرب جنوبا ويتبادل طرفا نزاع باليمن الاتهامات بخرق الهدنة التي تنتهي اليوم دخلت الهدنة الإنسانية في اليمن يوم ألها أخير في ظل دعوات لتمديدها رغم الخروقات التي شابت تطبيقها فيما دعت منظمات إنسانية لتكثيف المعونات وتمديد الهدنة يأتي ذلك فيما يتواصل إيصال الإمدادات الإغاثية للمناطق المتضررة فقد وصلت إلى مطار سنعاد دولي طائرتين تابعتين للمفاوضية السامي للاجئين تحملان مواد إغاثية كما وصلت طائرة من منظمة أطباء بلا حدود وفي وقت سابق أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الضحايا في اليمن منذ بدي العمليات تجاوز 1700 قتل و7000 جريح وأوضحت المنظمة أن النزاع عدى إلى نزوح ألاف اليمنيين فيما يحتاج حوالي 9 مليون يمني إلى خدمات طبية عاجلة وأفدت المنظمة أنها تمكنت من إرسال دفعة كبيرة من الأدوية والمواد الطبية إلى اليمن خلال الهدنة وكان رئيس الفرع اليمني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يوهانز فان دير كلاوف اعتبر أن نتائج النزاع تشير إلى أن عواقبه وخيمة على المدنين وأضاف المسؤول الأممي أن النزاع قد أدى إلى نزوح أكثر من 450 ألف يمني في غضون ذلك زارت لجنة تابعة لمنظمة هيومان رايتس ووتش أمز محافظة صعدة حيث عينت الأضرار التي طالت المنشآت والمقارات الحكومية والأحيا وفي سياق الموازن وصلت سفينة إيرانية تنقل مساعدة إنسانية لليمن إلى خليج عدن رغم التحفيرات الأمريكية ويتوقع أن تصل إلى سواحي اليمن خلال أربعة أيام وأكدت طهران أنها نسقت مع الأمم المتحدة لتفرغ السفينة حمولتها في ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر ميدانيا ورغم الهدنة تواصلت المواجهات في عدن من المناطق الجنوبية فيما استهدف طائرات التحارف الذي تقوده السعودية مواقع في صعدة وتتواصل الاشتباكات شمال عدن التي يسود شرقها هدوء حذر بعد إحكام الجيش اليمني وعنصر الله سيطرتهما في كريتر والمعلى وخور مكسر والتواهي وتواترت أنباو عن وصول 200 جندي يمني دربهم التحالف إلى مديرة البريغا غرب عدن دعما لمؤيد الرئيس هادي طبقا لما علنته رسميا قوات التحالف ورغم الهدوء النسبي الذي شهدته معظم جبهة القتال خلال الأيام الأربعة من الهدنة استمرت المواجهات على اعتراف مأرب وتعز اشتركوا في القناة